كلما اشتد الحصارة على بن سلمان كلما زاد التوغل الاسرائيلي في الخليج. دكتور عمري دراج مبارح كان معانا هنا. وقال جملة لفت اتنظر يا حقيقة. وهي جملة غاية في الدقة. قال انه على طول حين ادرك السهاينة ان خط التطبيع عبر سلمان قد يكون مسدود على طول فتح الطرق البديلة. عبر مين? عبر عمان. اللي استقبل استقبلت وزير سهيوني بالطابل والزمر. وكأنه بتستقبل الصحابة. والآن واليوم يستقبل الصهاينة عبر الراجل الضخم ده ربنا دي له الصحة. راجل ده ربنا دي له الصحة. وشغال دول ولا دعمه. هيستقبله. ودول اخرى ربما ما لا نعرف ما انا عافية. ربما اللقطة اللي انا على الدكتور عمري انه تفتح حد خطوط بديلة لتعزيز التعاون ما بين الخليجيين بقياة السعودية والصهاينة. طبعا عندك الامارات فتحة الخط ده من زمان. يعني ايه? من وجهة نظر خلي بالك معكية. يعني ان هناك خلايا نائمة صهيونية في المنطقة الخليجية. تتضمن مسؤولين رفيق المستوى. على رأسهم سلطنة عمان. وعلى رأسهم الامارات. وعلى رأسهم اه امير اه بس يعني مش المسألة انت بتصور انها كانت مقتصرة على المشهد اللي بتشوف دلوقتي وزيرة بتعيط ودي دي قاتل لا المسألة على رأسها الناس دي. اللي انت هتشوفها دي دي وزيرة البتعيط وعنها نفسها وزيرة ومسؤولة هادي كانت مجندة كانت حقيقة في الجيش الاحتلال. كانت بتلبس بدلة عسكرية يا جماعة. الراجل اللي جباها ابو غطرة وقال ده ما اعتقدش انه دخل الجيش ولا يعرف حاجة عن الجيش. يعني شافوا فيديو. هو هو الامير بتاعه. لما تشوف استقبال قابوس. ليه? الراجل بتاع الصهاينة. تشعر انه مش بس ما مش قال له مسلا. آآ انه مش بعت له وزير. لا ده هو بنفسه استقباله. وقابله. قابلنا مش وزير. رئيس وزراء قدام مالك ما بيظهرش. المالك السلطان قابوس ما بيظهرش اصلا يا جماعة. ده مختفي ده ما بيحضرش القمة الخليجية بارغة عشرة سنين. معنى كده ايه? معنى ان احنا كنا قاعدين في العالم العربي متصورين اللي بيطبع بس هو عفتاح السيسي. الخمس سنين اللي فاته دول حدثت موج التطبيع هائلة. واصبح الكلام عن آآ ابو ظبي انها بتطبع ده كلام فارغ. والكلام على ان البحرين ده كلام فارغ. الكلام الكبير التقيل طالع من مصغط. ويمضي الان نحن امام خلايا صهيونية تعتقد. تعتنق بعضها يعتنق اليهودية. كدين ما ليش دعوا بيه? وتعتقد بحق السهاينة في قيادة المنطقة? ليس مجرد وزراء ولا لعبي كورو القدم ولا تركي الفصل ولا الناس دي ولا اسمه الانور عشقي وبشقي وكلام ابدا ابدا. ده كلام كبير ولا استبعده ان من بين هؤلاء محمد بن سلمان نفسه. ولولا الازمة اللي حصلت له لربما كنا شوفنا محمد بن سلمان معنا تانية. ربما يعني ده مش مش شئ مش شئ بسيط.